تحية طيبة مشاهدين الكرام في نصة هذا المساء وفي عناوين الليلة نتابع الخارجية السورية تنفي بشكل قاطع عن باء مصدرها المعارضة السورية حول لقاء سوري إسرائيلي روسيا بحث الشهر الماضي مسألة التواجد العسكرية الإيراني في سوريا ووسط حراك سياسي في قضية الصحراء لقوى حزبية أوروبية محسوبة على اليسار المغرب يدعو أوروبا إلى التحسب من تداعيات قراراتها بشأن ملف الصحراء أهلا بكم الخارجية السورية تنفي الأنباء عن لقاء إسرائيلي سوري روسي عقد الشهر الماضي في قاعدة حميميم الروسية في سوريا النفي السوري جاء ردا على تقرير مصدره معهد دراسات سوري معارض ذكر أن الاجتماع بحث مسألة التواجد الإيراني في سوريا والمجموعات المسلحة المدعومة إيرانيا النفي السوري القاطع التهم أطرافا تؤيد التطبيع بالوقوف خلف هذه الأنباء الكاذبة وتأتي هذه التقارير ونفيها بينما تستمر إسرائيل عبر سلاح جوها باستهداف منشآت عسكرية وقوافل أسلحة إيرانية على الأراضي السورية فلماذا تصدر هذه الأنباء وبهذا التوقيت بالذات ولا يوجد توافق بين الأطراف الثلاث سوريا إسرائيل وروسيا على ضرورة إنهاء التواجد العسكري الإيراني في سوريا ولم تثبت سوريا في الماضي أنها ترفض كل أشكال اللقاءات والاتصالات السرية مع إسرائيل هذا ما نناقشه في ملفنا الأول من هذا المساء اجتماع استثنائي في قاعدة حميميم الجوية في سوريا مدير مركز جسور للدراسات ومقره التركيا يفيد بلقاء إسرائيلي سوري برعاية روسية عقد نهاية العام المنصرم تقرير لا يوجد له تأكيد من أي مصدر آخر مع نفي سوري بيّن أن المندوب عن إسرائيل في اللقاء كان قائد هيئة أركان الجيش السابق قادي أيسينغوت أما عن الجانب السوري فكان رئيس المخابرات علي مملوك طلبات سوريا في اللقاء تلخصت بمساعدتها بفك القبدة الإيرانية عليها اقتصاديا عبر رفع العقوبات وأهمها قانون قيصار ودبلوماسيا بإعادتها إلى الجامعة العربية وتوثيق علاقاتها بما يعرف بمحور السني والأسرة الدولية أما إسرائيل وفقا للتقرير البحثي فإن طلباتها كانت تفكي كما يسمى بمحور المقاومة والقضاء على التموضع الإيراني العسكري في سوريا طلبات تقولها إسرائيل على الملأة فيما كانت طلبات تسمع أول مرة من قبل إسرائيل اعتبرها البعض مفاجئة تلخصت بمشاركة المعارضة السورية في الحكومة وإعادة هيكلة المؤسستين الأمنية والعسكرية بشكل كامل وإعادة الضباط المنشقين منها يجب على إسرائيل وإيران ألا يستخدموا سوريا كساحة حرب بينهم أقولوا لأصدقائنا الإسرائيليين العزاء أبلغون بالدلائل التهديدات التي تتفعرضون إليها من الأراضي السورية وسنتخذ جميع الإجراءات المطلوبة لإحباط ذلك ضرباتكم داخل سوريا غير مقبولة المصدر قال إنه ورغم أن اللقاء أولي ولم ينتهي إلى اتفاقيات محددة إلا أنه يشكل بداية لمسار تدفع روسيا باتجاهه بقوة ويعتقد أنه سيشهد توسعا كبيرا في عام 2021 المقبلة مصار ينص على بناء علاقة مباشرة بين سوريا وإسرائيل يمكن أن تشكل طوق نجاة للأسد وبالتالي الحصول على اعتماد دولي له تماما كانتقال السودان من لاعب منبوذ في الساحة الدولية إلى لاعب شرعي سوريا لم تنجح بالالتحاق بالفلسطينيين والأردن حينما اعترفوا بإسرائيل في التسعينيات فهل ستنجح الآن بالالتحاق بالبحرين والإمارات نرحب بضيوفنا الكرام محلل السياسي الروسي من موسكو أندري أنتيكوف عبر الخط الهاتفي وأيضا معنا هنا ينضم بسام البني الخبير في الشأن الروسي من موسكو عبر خدمة سكايب والسيد حنان جيفن قائد واحدة السخبرات السرائيلية سابق أهلا بك ودكتور حسن ميرج الخبير في الشؤون الشرق الأوسط أهلا بكم جميعا واسمحوا لي أن أبدأ مع دكتور حسن إذن دكتور النفي السوري جاء قاطعا لكن إذا ما عدنا إلى الجوهر المسألة ألا يوجد توافق بين الأطراف الثلاث نتحدث سوريا، إسرائيل، روسيا على ضرورة إنهاء التواجد الإيراني في سوريا أليست هذه أرضية لعقد هكذا اجتماع؟ بداية مساء الخير لك وضيوفك الكرام هناك نفي قاطع من مصدر موسوق من الخارجية السورية على مثل هذا اللقاء المزعوم ومن تحدث في مثل هذه اللقاء هي وسائل الإعلام مغرضة معروفة ليست جديدة عليها أن تبث مثل هذه الدعاءات الكاذبة وثالثا هذا التحالف المقدس بين سوريا وإيران وأيضا روسيا على الأراضي السورية هو التحالف المقدس لا يستطيع أحد المساس به تطلب إسرائيل ما تطلبه ليس اليوم وليس في الماضي وليس في المستقبل التواجد الإيراني هو تواجد باستحقاق بمطلب رسم من الدولة السورية ولا يستطيع أحد إخراجها حتى كل القصفات الجوية التي تقوم فيها إسرائيل لم تستطيع أن تخرج الإيراني من الأراضي السورية إلا في الرغبة السورية ومتى تريد الحكومة السورية الإيراني دمه اختلط مع دم الشهداء السوريين دكتور حزان لكن هناك ما يقول بأن من الطبيعي أن تنفي الحكومة السورية عن نظام السوري عقد مثل هذه اللقاءات التي قد تكون محرجة بالنسبة له الحكومة السورية وبرأسة الرئيس بشار الأسد لا يعملوا في الظلام ولا أن كانت هناك أي لقاءات يقوم البث والحديث عنها بشكل علني لا توجد هناك ما جعل السورية تنتصر في كل هذه الحرب الكونية عليها هي الوضوح والمسار الواضح والعلاقات الواضحة والترابط الواضح وتحدث عن ذلك مرارا بخطاباته الرئيس بشار الأسد وأيضا وزير الخارجي رحمه الله المعلم ومن يوجد اليوم كان هناك حادث حتى لما كان هناك محادثات مع إسرائيل رفض السوري أن تكون بيئة الغرف المسلمة وتكون بشكل علني للعالم كله نعم أستاذ بسام إذن روسيا أيضا هناك ما يقول بأنها هي الراعي الرسمي لسوري أو هناك ما يراها بيئة المحتل لسوري هذا من جانب من جانب آخر هناك تنصيق إسرائيلي لروسي ربما يتجلى بألاف الغارات الإسرائيلية على أهداف إيرانية في الداخل وفي العمق السوري إذن لماذا نستبعد مثل هكذا اجتماع يعني ذكر ضيفكم في الستوديو مساء الخير ذكر ضيفكم في الستوديو أن سوريا تعمل في العالم يعني لا تعمل كالسور كان حافظ الأسد وفارد إسرائيل ولم يكن يخفي ذلك ومن بعدها في زمن بشار الأسد جرت معظم المحادثات أيضا المعلنة والتي تم الإعلان عنها أما هذا الخبر فهو يعني دعم يعني جعلنا نتحدث عن أمر مطلوب اليوم في المنطقة وهو أن روسيا تسعى لأن تكون سوريا على علاقات جيدة وطيبة مع كل جيرانها ومع كل العالم يعني روسيا تسعى لتعيد لسوريا علاقاتها مع الدول العربية وبالطبع من مصلحة روسيا أن تتفق سوريا وروس وإسرائيل على علاقات جيدة علاقات جوار حسب قرارات الأمم المتحدة وحسب القرنون الدولي يعني ليس هناك لدى روسيا مانع من أن يكون هناك علاقة جيدة بين البلدين هذا ما يؤدي إلى انتصار للسياسة للدبلوماسية الإسرائيلية والروسية والسورية عند تم الأمر لأن اليوم الوضع أصبح واضحا يعني للعيان كل الدول بدأت تفهم أنه ليس هناك حرب ممكن أن تنهي الأزمة العربية الإسرائيلية ولا القضية الفلسطينية ولا حتى قضية الأزمة السورية ولا كل الملفات العالقة في المنطقة والوجود الإيراني المرفوض إسرائيليا في سوريا والمطلوب سوريا بناء على طلب الحكومة السورية بالنسبة لروسيا روسيا يعني على لسان لفروف كما تحدث تقريركم يعني روسيا تسعى للحفاظ أيضا على أمن إسرائيل بأن تطلب منها أن تخبرها بالمعلومات حولها إن كان هناك معلومات عن شيء ما يهدد أمنها من أجل أن تقوم هي بالتصرف وإزالة هذه الهواجس من أجل أن لا تتحول سوريا إلى ساحة صراع بين إيران وإسرائيل يعني إسرائيل كما عاهدناها إذا أرادت ضربات ولا تسأل عن أحد يعني هذا أمر واقع للأسف شديد موجود كنت أتمنى لو كان هناك تنسيق أكبر بين روسيا وإسرائيل بحيث أن فعلا تتحول لا تتحول سوريا إلى ساحة صراع إقليمية ويعني فيها ما بيها نعم أستاذ حنان التقرير ربما يكون غير دقيق لأنه يذكر أحد مندوبي إسرائيل الجنرال جادي أيزينكوت في هذا الاجتماع لكن أيزينكوت يعني هو قائد الأركان السابق أحد خصوم بن يمين لتنيون في المعترك السياسي لكن في المقابل هناك من يقول أن فكرة هذا النوع من اللقاءات أيضا منطقية أنت شخصيا بتقديرك ماذا تعتقد وهل لديك معلومات حولها كذا لقاء بدأت أتفك مع الدكتور حسن مرهج هذا الخبر ليس صحيحا ليس مصيبا وهي تعكس بعض الأمور الغامضة في المنطقة غادي أيزينكوت قائد الأركان السابق هذه الأخبار ليست دقيقة أنا كإسرائيلي لنفتصرات هي ليست بسرعة هي تعرض أشياء أخرى بالنسبة سوريا كمثل سفينة على شطر البحر أو في عرض البحر وسط الأمواج الهادرة والإيرانيون فقدوا البوصلة بكل ما يتعلق بسوريا ولذا فإن أوسات شديدة أو كثيرة أنا أود أن أذكر بالنسبة للمشاهدين صغار السن في 1946 سوريا كانت فيها العديد من الإنقلابات 23 كلاب عسكري هذا يدل ويشير بأن سوريا ينقصها عمود فقري متين وهذه كانت تقليد في سوريا الآن أكثر من السابق في سوريا كل شيء يمكن أن يؤدي أن يشير إلى الخيال فأن ذلك يذهب بنا إلى الخيال كان على ما يبدو هناك لقاء بين إسرائيليين وليس بالفحوة وإنما بالتنسيق للحيلول دون وقوع مصابين وهذا هو الذي جرى على ما يبدو نعم أستاذ أندري إذن الخارجية السورية نفت نفيا قاطعا أن يكون هكذا اجتماع قد عقد لكن ماذا عن الجانب الروسي لماذا هذا الصمت وعلى ماذا يشير ويدل هذا الصمت أنا بصرح أعتقد أن الشيطان هو في التفاصيل وحتى بعيدا عن الصمت وقبل أن أجيبه على سؤالك أود أن أشير إلى بعض التفاصيل لهذه التقارير التقارير تقول بأن من الجانب الروسي كان في هذا الاجتماع القائد القوات الروسية في سوريا اسمه أليكساندر تشايكو ولكن النقطة المهمة هو أن الآن هناك ومنذ شهر نفومبر هناك القائد للقوات الروسية في سوريا الجديد واسمه سيرجي كوزوليف وتلك المعلومات تلك التقارير مبنية على المصادر وأنا لا أتصور كيف يمكن أن نثق بهذه التقارير وتلك المصادر عندما نشاهد مثل هذه الأخطاف في المعلومات المبدئية في المعلومات الخاصة يعني أنا لا أتصور ما مطلقت في نشر مثل تلك التقارير ولكن على ما يفضل واضح أن روسيا في دول نشر تلك التقارير مستهدفة مستهدفة الإعلامية نحن نعلم كيف تنظر سوريا وشعب سوري إلى إسرائيل وكيف ينظر الشعب السوري إلى التنفيق الروسي الإسرائيلي وعلى ما يبدو هذا مثل تلك التقارير تستهدف روسيا وتهدف لتعميق هذا الرئي العام يعني نفسه عدم رغبة الشعب السوري تجاه روسيا وتجاه العملية الأسكرية الروسية في سوريا إذن أنا لا أتصور لماذا يجب أن يكون هناك خرق للصمت الروسي بأسباب التي تذكرتها في السابق في المعلومات المبدئية هذه التقارير بعيدة عن الصحة نعم يبقى معنا أستاذ أندريل دكتور حسن إذن مصدر هذا الخبر هو مركز أبحاث سوري معارض لكن التقرير يقول أيضا إن إسرائيل طلبت تشكيل حكومة سورية يتضمن ويشمل المعارضة السورية وأيضا أن تساعد دمشق على تزديد ديونها لإيران وهناك أهداف رأى هذا الطلب لكن مرة أخرى كل هذه النقاط هي مطروحة على طاولة القيادة السورية يعني باعتقاد هذه المراكز ومركز أيضا حقوق الإنسان المتواجد في لندن عند كل قصف على سوريا أول من يخرج في إعلان وهو متواجد في لندن يعني هل لديه عيون أكثر من الأقمار الإصطناعية المتواجدة في العالم يعرف عدد القتلى وعدد الشهداء والدمار وهذه كلها مراكز ممولة من أعداء سوريا ممولة من أراد إعلاميا أن يسقط همم الشعب السوري وهمم الجيش العربي السوري ولكن باتت الأمور هذه واضحة وكل أكاذيبهم لن تنطلي على الشعب السوري الشريف الكريم الذي عرف كل وقاحة هذه العالم والتكفيريين الذين أتوا بتمويل هذه الدولات العربية المطبعة اليوم مع إسرائيل وأيضا الدول الغربية التي دعمت ومولت وسلحت وتكالبت ولكن الحمد لله أن كل مؤامراتهم فشلت دريعا واليوم يحاولون الاصطياد في المياه العكرة نعم هناك رغبة سورية وهناك حوار يدور في جينيف والحكومة السورية لا يوجد لديها أي اعتراض في الدستور الجديد وفي الحزب المعارض من يديه لم تلطخ في الدم السوري ولم تقطع أجساد السوريين وهناك العديد منهم اختفوا وأخر خبر كان لوزير خارجية قطر بأحدى الجرائد بلندن قبل اليوم 30 تحدث عن رياض حجاب وقيمة المبلغ الذي دفع الحجاب وقال هذه كانت بضاعة فاسدة يعني أو تافهة أو فاسدة لا يوجد لها أي صلاحية مع كل هذه أولاء المعارضين الذين باعوا وطنهم وباعوا شرفهم وباعوا رتبهم العسكرية ورتبهم أيضا السياسية ومشوا ورأسهم أين هم اليوم؟ أين هي المعارضة السورية؟ كل هذه الحرب لم تستطيع أن تنشئ معارضة تستطيع أن ولكن هناك أحزاب داخل سوريا متواجدين في دمشق وهي أحزاب معارضة لها الحق أن يعني حسب الدستور أن تخوت الانتخابات والشعب السوري هو يحدد بالتالي من يكون في سدة الحكام من الحكومة التي تؤلف والمعارضة كانت هناك متواجدة أستاذ بسامي رغم أن يفعي أيضا السوري لعقد مثل هذا اللقاء لكن الأطراف الثلاثة نتحدث إسرائيل، سوريا، روسيا أليس هناك مصلحة مشتركة اليوم؟ أليس الأطراف الثلاثة اليوم بحاجة لترتيب أوراقهم قبل دخول الرئيس الجديد إلى البيت الأبيض جو بايدن يوم الأربعاء؟ يعني بكل تأكيد أي علاقات طيبة بين الجيران هي علاقات تؤدي إلى الازدهار والرخاء وإلى آخرين من هذه المقاطر ولكن موضوع الدخول البيت الأبيض بايدن من عدم دخوله هذا لن يقدم أو يؤخر لأن هناك السياسة في أمريكا لا يحكمها الرئيس يعني الرئيس هو عبارة عن واجهة ولكن الدولة العميقة هي من تحكم يعني كلنا شاهد كيف تم تجميد ترامب بشكل كبير يعني في فترة حكمه وبالنهاية يعني هناك قوة خفية هي من تحرك نعم السياسة الأمريكية مثلا ليس على السياسة الأمريكية ولكن دعني أقول أن قراءتي لهذا التقرير وهذا الخبر تدل على أن يعني مركز وجوز هذا المركز مركز جسور في تركيا يشير إلي بأن هناك أيدي خفية تركية وراءه لأن تركيا تتصرف كالمرأة عندما تكون تتمنعنا وهنا راغبات عندما كان أردوغان يقول أن القدس دولة يعني مدينة تركية بعد أن بدأت خطوات التطبيع بين البحرين والإمارات مع إسرائيل أصبح يعني يناغم ويرسل رسائل كما قوله يعني أن تقدموا خطوة تقدمنا خطوتين ونحن نريد أيضا علاقات طيبة موضوع غيره فتحريك هذا المركز لهذا الملف هو عبارة عن رسائل باعتقادي قد تكون تركية إلى إسرائيل لأننا نستطيع أن نحرك ونستطيع أن نكون مفيدين ونستطيع أن نكون إلى آخر نتيجة الغيرة من دول الخليج العربي أما عن العلاقة السورية الإسرائيلية فهذا يقررها الشعب السوري يعني هناك أراضي مقتصبة وهناك قرارات أممية يجب تنفيذها وهناك حل الدولتين بين فلسطين وإسرائيل يعني إلى آخر من هذه النقاط أنا لست بصدد ذكرها اليوم ولكن دعنا نكون واقعيين وصريحين يعني إذا أردنا أن نعيش فعلا بحلول وبسلام وبرخاء يجب علينا أن نسمي الأشياء بأسمائها يعني هناك مواضيع وقضايا عالقة حددها المجتمع الدولي وحددها القرارات الأممية وروسيا وراء نحن هنا في روسيا مع هذه القرارات ومع رغم أننا على علاقة ممتازة مع إسرائيل وتنسيق عسكري وأمني مع إسرائيل وهناك علاقات أكثر من رائعة بين رئيسين بوتين ورئيس الوزراء نتنياهو إلى آخر من هذه النقاط اليوم هذا التقرير هو دليل أن هناك تحرك كبير في المنطقة وهناك توجس من قيام حرب شاملة بين إسرائيل والقوات الإيرانية على الأراضي السورية هذا الأمر لا ترغب فيه روسيا لأن روسيا تعتبر نفسها أنها هي الحامية لحمى سوريا اليوم ولكن يعني لا تستطيع أن تتدخل إذا ما قامت حرب أقليمية سوى بموضوع الوساطة وموضوع إعطاء ضمانات لإسرائيل نعم أستاذ بسنة أستاذ إسرائيل تقصف سوريا باستمرار بحجة وذريعة التواجد الإيراني في سوريا لكن أليس من المنطقي أن تحاول إسرائيل تسعى لوقف حالة الكر والفر على الأراضي السورية من خلال مبادرة ربما تتطرق إلى كل تداعيات ودوافع هذا التواجد الإيراني خاصة وأن جو بايدن يوم الأربعة سيدخل إلى البيت الأبيض وقد يعود إلى الاتفاق النووي وهو من شأنه أن يخفف الضغط على طهران نعم التثير الأمريكي أنا أتفق مع هذا الطرح الرئيس الأمريكي لديه سياسة شاهدنا ذلك في عهد ترامب الرئيس الأمريكي الفارط المنصر بالنسبة المشكلة في سوريا هي شيء مغاير تماما ليست في المشكلة مع إيران وإنما جميع اللاعبون المركزيون نظام الحكم والولايات المتحدة وروسيا وإيران وتركيا يأسة قنطت من هذا الوضع ليس هناك اتجاه نحو الحل في سوريا الحل نهاي وهذا والمحققون الباحثون الذين يجلسون في تركيا ليس لديهم ما يرتكزون عليه ولكن يحاولون إيجاد الحل من الناحية الاقتصادية سوريا تحتاج الكثير المبالغ الطائلة من المالية للبنية خاصة من البنية الأساسية في سوريا مهدمة وليس هناك من يدفع أو يرصد هذه المبالغ لسوريا وفي هذه الشروط هذه الظروف هذه الملابسات من يجلس المفتاح هو في إسرائيل كما جرى في السودان في اتفاق السلام مع السودان عندما فكروا كيف يخرجون من هذا المأزق في السودان عن طريق إخراج السودان من قامة الدول المساندة للإرهاب عن طريق عقد أو إبرام اتفاق السلام مع إسرائيل كان هناك شخص إسرائيلي ملتصك بما يجري مع السودان أستاذ أندري هل ربما تسعى روسيا للتنصيق مع إسرائيل وسوريا لمواجهة الإدارة الأمريكية المقبلة التي قد تكون غير مريحة لهذه الأطراف الثلاث وربما يكون كبش الفداء هذه المرة هي إيران هل تتفق مع هذا القول؟ أنا بصراحة لا أرى أي إمكانية لهذا التنصيق الثلاثي بسبب أن نحن نعلم أن هناك طلبات المعينة من قبل سوريا تجاه إسرائيل تجاه جوان المحتلة قبل كل شيء ونحن نعلم أن روسيا تقف في هذا الملف إلى جانب السوري وتقف إلى جانب القرارات الأممية للمجلس الأمم الأمم المتحدة هذا شيء شيء ثاني هناك تنصيق الروسي إسرائيلي موجود برأي شخص المشكلة هي أن نشاهد استمرار القصف الإسرائيلي ضد مواقع السورية وإسرائيل تقول بأن هذا القصف يستهدف القوات الإيرانية موجودة في سوريا من أجل إخراج تلك القوات من سوريا ولكن المشكلة هي أن نحن كلنا نرى بأن هذا القصف هذه الضربات لا تؤدي لهذا الهدف يعني إيران موجودة قواتها موجودة وفي نهاية المطاف الموقف الروسي هو التالي يعني يجب أن يكون هناك التنصيق السلمي وهذا ما يمكن أن يؤدي إلى هذه الأهداف أشكراك دكتور حسن في جملة واحدة إذا ما طلبت الحكومة السورية من طهران أن تغادر القوات الإيرانية من سوريا هل ستغادر سريعا بجملة؟ هي لا تغادر إلا إذا رجعت الجولان إلى الحضن السوري وأيضا اليوم الملف السوري حرك عناصره الإرهابية التي طببها في مستشفى إسرائيل في الجنوب السوري والقصف مستمر وهذا لن يكون أشكراك دكتور حسن مرهج الخبير في شؤون الشرق رأساة شكرا جزيلا لك الأستاذ أندري أنتيكوفا المحل السياسي الروسي عبر الخط الهاتفين شكرا جزيلا لك الأستاذ بسام البني الخبير في الشان الروسي كنت معنا من موسكو وأيضا السيد حنان جيف من قائد وحدة صفر إسرائيلية السابق وأنتم مشاهدين الكرام دقائق ونعود في ملفنا الثاني من هذا المساء ابقوا معنا